هاي كيف الجميع اليوم انا نتعلم كيف نعمل رويل ايسينج ببودرة المارينج عنا هالبودرة موجودة بمحلات ويلتون او اي محلات تانية تسألوا عنا بتلاقوا وعنا سكر بودرة كوبين بدي حطلهم معلاء اونس من بودرة المارينج هو العيار بشكل عام كان كل اربع اكواب معيارية سكر بودرة بدنا بحدود لثلاث معالي معياريات بودرة الايسينج او المارينج وبدنا شوية مي طبعا المي حسب قدي بنحتاج هلا اول خطوة بدنا نعملها بدنا نخلط البودرة السكر مع بودرة المارينج طبعا لازم تكون السكر البودرة يكون مطحون جاهز لانه من طحنه بالبيت بيضل فيه شوية سكر خشن او اذا عندكن مطحنة منيحة اوكي هلا بنضيف تقريبا ثلاث معالي معياريات مي ما بدنا ناوشين كتر مي نحنا اول القوام بدنا نحصل عليه لازم يكون الايسينج اللي سميك بعدين بنرخي بالدرجة اللي بدنا ياها هلا بحرك الخفاقة بهالشكل حتى يندمج الايسينج مع المي والسكر البودرة بعدين بلش اخفق لمدة تقريبا ثلاثة اربع دقايق حتى يصير معي مزيج لونه ابيض مثل الكريمة تقريبا رح ينفش شوي وبيصير لونه ابيض ناصع مثل ما شايفين هلا لونه هيك كابت على الخفق السريع رح يصير معنا مارينج هلا طبعا انا بفضل البودرة على بياض البيض العادي لانه يعني بياض البيض ما حيضايم معنا هاي اول شغلة تاني شغلة ريحة الزنخة رح تطلع حتى لو حتينا نقطة خل او نقطة ليمون بتحسوا فيه ريحة زنخة فانا بفضل البودرة المارينج اكتر هلا هون شوفوا شلون صار قوامه انا هاد القوامة ستيك او السميك للرويال ايسينج هاد القوام بقدر اعمل فيه الوردات شكل فيه رسم اما لما ازا بدي يا يكون مريء او اكتر سائل بضفلو اسا شوية مي هلا رح فرجيكن شو ممكن نعمل بها القوام يلي وصلتلو للرويال ايسينج انتو دايما نعملو سميك واسمو لاجزاء الجزء اللي بتكون يا سميك لونو تركوه عطرف والجزء اللي بتكون يا رخو بتحطوه بزبدية كمان تانية وبترخو بتلونوه وبعدين بتعبوهم بكياس وبتشتغلو فيهم هلا هون انا اخدت قسم منو بدي يلونو باللون الزهري اعمل منو ورد والزيادة اللي ضل عندي بدي يغلفو حتى ما ينشف تأكدوا دايما انو انتو تغلفوا الرويال ايسينج حتى ما ينشف هلا هوا بدي استخدم ولون جيل طبعا ما فينا نستخدم السائل لانو بدي يخرب قوام الايسينج معنا بنستخدم الجيل وبنلون الايسينج تبعنا بدي لونو باللون الزهري بهالطريقة بنلون الايسينج بس بنحط شوية لون طبعا درجة اللون تعتمد عكمية الجيل اللي عم بتحطوها انا حطيت تقريبا نقطة خفيفة ما كتير يعني بيعطاني لون البينك الوسط للفاتح كتير وللغامة كتير هلا بدي يجيب اقماع التزيين اللي هو شكل النجمة هالشكل بدي يحطو بكيس الحلواني بعدين بدي يعبي الايسينج تأكدوا دايما انو الايسينج ما يتعرض للهوة بس تعرض للهوة بدي ينشف ويكسر معكم فتأكدوا انو بس تجهزوا الايسينج تحطوه بقلب كياس وتسكروهن منيح هلا انا عندي هون الكوكيز طبعا وصفة الكوكيز هلا بدي تنزل مع وصفة الايسينج على قناتي فيكن تشوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو او قبل هلا بنعمل بهالشكل الايسينج بشكل الوردة شايفين كيف قوامو ماسك الرسمة ما اختفت ما خرر بشكل الوردة لانو انا ما كترت موي كل ما كترتو موي بدي يصير الايسينج ماية معكم هلا هون الايسينج نفس القوام بس بدي يزدله شوية موي حتى احصل على قوام اقدر ارسم فيه او مد الايسينج على الكوكيز بشكل السائل هلا بضيف شوي شوي نقطة نقطتين كل شوي بضيف على الايسينج حتى احصل على القوام البدية اعمتها بنعرف انه صار جاهز لما بتحركوا بعدين بتعملوا مثل خط بقلب الايسينج اذا اختفت الرسمة بسرعة معناتها او بشكل تدريجي معناتها القوام صار جاهز هون لسه شوي سميك انا حاسة انه لسه بده شوية موي شايفين كيف بطيء فممكن نزدله كمان نقطة مي صغيرة حتى يصير معنا بالدرجة اللي بدي اياها هذا القوام بسمو الويت لالرويال ايسينج شايفين كيف زرجات ضفت يدوب يعني نقطتين موي وكملت خفق عادي على ايدي هلا هيك القوام انا صار بدية شايفين كيف عم تختفي الرسمة تدريجيا وبكل سهولة هلا بجيب الكوكيز بدي لونه باللون الاخضر باللون اللي بتكون يا ممكن هلا اشكال رح استخدمها لكوكيز عيد الام كمان الفيديو رح تشوفوه على قناتي بدي نزل ثلاث فيديوهات سوا شوفوه ما تنسوه كلهم مرتبطين بقلب بعضهم اول خطوه بعمل للايسينج اني ارسم الحواف بهالشكل بعدين عبي الفراغ حتى ما يطلع معي الايسينج لبرا بعبي بشكل عشوائي متل ما شايفين بعدين بجيب دبوس او ابري او اي شي حد الو يعني متل الراس الابري وبصير بحركة دائرية بوزع الايسينج بهالطريقة بسحب من على الاطراف وبدخل لجوه بحركة دائرية وهيك كانت معنا حلقة الايسينج ان شاء الله تكون استفدتوا منا تابعوا الفيديوهات اللي بدي نزلها هالاسبوع كلها تقريبا على عيد الام وبتمنى يكون اعجبكم وقبل ما انهي الفيديو دائما بحب ذكركم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ويندي بيستري شكرا كتير للمتابعة اشتركوا في القناة